المصريون القدماء عزفوا الموسيقى قبل سبعة ألاف عام وعلى المعابد رسموا الفرق الموسيقية والعازفين كتبوا الأغاني والأناشيد وما زالت آلاتهم الموسيقية التي اخترعوها موجودة في موسيقانا حتى اليوم مع الفنان المبدع منال محي الدين عازفة الهارب وأستاذ الموسيقى بأكاديمية الفنون أصل هذه الآلة هي بالفعل أصلها فرعوني الآلة الهارب آلة من أقدم الآلات التي ظهرت في الحضارات الأنيم عمومة وصلتي إلى أكاديمية الفنون ومع السنوات تخصصتي في هذه الآلة الجميلة أنا أول ما زالتها فعلاً عيط عن الموسيقى المصرية وتواصل الأجيال الاهتمام بتدريس الموسيقى في مدارسنا اللي كان زمانا الحقيقة لو أتكلم في الحكاية دي يعني ينتبني الحزن طبعاً إحنا لازم نعترف أننا عندنا مشكلة في التعليم كملف كبير يعني وأنا في اعتقادي أنه النشاط المدرسي أهميته من أهمية الحساب والعربي والجغرافيا والتاريخ وكل ده ده مهم جداً كله بس ده مهم قوي كمان أنه ده اللي بيكون الشخصية حوار جديد واليوم نسأل كيف يتواصل مجد الماضي بالحاضر وكيف تصل إبداعات الموسيقيين الكبار إلى كل مكان في مصر حديث العرب من مصر غداً السابع مساءً على قناة مصر الأولى